أكد وزير البترول طريق المل أن منظومة المراقبة والتحكم عن بعد لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي تتبع شركة غاز تيك تأتي في إطار استراتيجية التطوير وتحديث قطاع البترول وخلال افتتاح منظومة رقمية للمراقبة والتحكم عن بعد لمتابعة محطات غاز تيك أضاف الملا أن التفرة الحالية نتجت أيضا عن رؤية الدولة للإصلاح الاقتصادي وتصحيح أسعار الوقود والتي عظمت الوفر المالي للمواطن من الغاز الطبيعي قواقود اقتصادي بجودة عالية تكلفته تقل بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالبنزين